الاقليم يؤكد التزامه بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية بما تضمنته موازنة العام الحالي لكن الاتفاق مهدد بالانهيار وفقا لنواب اذا تنصل الاقليم كما في الموازنات السابقة حتى لو الحكومة خصصت المبالغ والاقليم وافق علىها لكن لا بد ان تمر عن طريق البرلمان والتسويت عليها البرلمان في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي اصر على بد ان اقليم كردستان ان يسترد جميع الاموال التي يصدرها من النفط التي تم اتفق عليها على ان يكون يوميا 250 الف برميل ولكن لم يسددها لحد الان بما انه لم يسددها فالبرلمان صوت بعدما اعطى اي موازنة واي قرض الى الاقليم اليوم هم كذلك الاقليم لا بد ان يسدد ما في ذمته وان يعطي كل الحقوق التي تطلبها حقيقة الحكومة الاتحادية وينص الاتفاق على الزام الاقليم بالتصدير 250 الف برميل يوميا عبر شركة سومو وتزديد الارادات المالية الاخرى وتسوية مالية بين جانبين مقابل تسليم الاقليم مستحقاته المالية وفق نسبته في الموازنة البالغة 12.67% مسألة الاتفاق مع المركز وهذه العلاقة الشائكة بين الاقليم والمركز يعني هناك نية صريحة وواضحة من قبل اقليم كررستان يجب علينا ان نتعاون ونتكاتف لمواجهة هذه المشاكل الحقيقية وقد يجهض الاتفاق الحكومي مع الاقليم في مجلس النواب اذا لم تقدم الكتل الكردية ضمانات حقيقية بتنفيذ الاتفاق وفق مواد الموازنة التي قد تعدل وفق رؤية برلمانية كما حدث في قانون تمويل العجز المالي ويتخوف الاكراد من تكرار سيناريو قانوني تمويل العجز المالي في الموازنة الذي ألزمهم بتزديد جميع المستحقات النفطية والإيرادات الأخرى مقابل تسليم مستحقاتهم المالية أسوة بالمحافظات الأخرى سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد